التقى سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية السيد كلاوديو ديسكالزي ومباحثات مستمرة ممتدة منذ أن برأت شركة إيني الإيطالية في هذه الاكتشافات الضخمة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وكان حقل الظهر هو ثمر التعاون الحقيقي والضخم بين مصر وبين الشركة الإيطالية الرئيس التنفيذي ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة النهاردة التقاه من سيد الرئيس بحضور المهندس طارق المولة وزير البترول والثروة المعدنية وتكلموا مع سيد الرئيس على نشاط الشركة في مصر حاليا ومستقبليا ونشاط الشركة فيه ثلاث بنود أو ثلاث زوايا البند الأول هو الاستكشاف تنقيب على الغاز على البترول والشق الثاني هو الإنتاج يعني بيكتشف أنه هنا في حقل غاز أو حقل بترول ده جزء أصيل من نشاط الشركة الإيطالية الجزء الثاني هو عملية الإنتاج يعني ده نشاط آخر أنه هو بيكتشف ثم يبدأ فيه إنتاج الغاز زي ما تم في حقل زهر وكذلك ده الجديد النهاردة التعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة وذلك ترسيخا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها طبعا السفير بسام قال أنه كان فيه نوع من الإشادة بدور مصر والدور اللعبه السيد الرئيس في المتابعة الدقيقة لكل أنشطة هذه الشركة العملاقة في مصر رئيس الشركة من جانبه قال أنه أنه تشرف في لقاء الرئيس النهاردة وبيعتز بمسلت التعاون الممتدة مع الحكومة المصرية وقال كمان أنه متابعة الرئيس الدقيقة والشخصية دي مهمة جدا دي نقطة أقف عندها يعني ماليا وهي أنه الراجل الإيطالي الراجل الطالياني رئيس الشركة بيقول أنه لو لا متابعة الرئيس شخصية بنفسه لكل خطوات عملية الاستكشاف أو عملية التشغيل أو عملية الإنتاج على مدار الساعة وبدقة قال ده كان ليه أبلغ الأثر في أنه نسرع في ما قمنا به وما حققناه من نجاحات وقال كمان أنه مصر الحمد لله بقت مركز إقليمي حقيقي ويبقت من القوة الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة في وقت بيشهد في العالم أزمة طاحنة في هذا المجال ده كان كلام رئيس الشركة الإيطالية سيد كلاوديو ديسكالزي عايز أقول لحضراتكم بفكركم أنه قصة نجاح حقيقية بين الجانب المصر والجانب الإيطالي في مجال البترول والنفط والغاز كانت شركة إن الإيطالية أحد هذه الأزرع العملاقة اللي طلاقت مع الرغبة المصرية الجادة ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية بنفسه وبشكل شخصي على مدار الساعة لإنجاح والنجاح اللي احنا شايفينه في قطاع الغاز اللي حول مصر من دولة مستهلكة مستوردة إلى دولة منتجة ومصدرة للغاز بشكل ربما زي ما قلت لحضراتكم أمس ويأكد عليه وزير المالية عندي صدرات بترولية وعندي وردات بترولية وغاز الصافي تجارة البترول والغاز أربعة مليار دولار داخلين الخزانة العامة للدولة في وقت العالم كله بيئن من ارتطاع أسعار الغاز وأسعار البترول عايز برضه أفكر حضراتكم وأفكر نفسي بقصة النجاح الحقيقية اللي قامت بها الدولة المصرية في مجال الطاقة مجال الطاقة اللي هو في الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع البترول وقطاع الغاز القصة دي كلها هي قطاع الطاقة أنا عندي إنتاج من النفط البترول وعندي إنتاج من الغاز هذا الإنتاج ما كانش بيكافيني الحمد لله من عملية التنقيب والاستكشاف والإنتاج وتطويره وسادات حصص الشركاء الأجانب وضخص إثمارات في هذا القطاع تحول هذا القطاع من قطاع منهك لموازنة الدولة إلى قطاع بيساهم في موازنة الدولة بشكل إيجابي